في تجل جديد لظاهرة الاحتباس الحراري تتعرض دول عدة حول العالم لموجة حر شديد تستمر الأحد في نصف الكرة الشمالي مع حرائق عنفة في كاليفورنيا بينما تشهد آسيا أحوالا جوية سيئة بشكل استثنائي وفي الولايات المتحدة توقعت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية أن تضرب موجة حر شديدة وخطيرة للغاية غربي البلاد في نهاية هذا الأسبوع وكذلك بعض المناطق في الجنوب في أوروبا كذلك يزداد الاحتباس الحراري بنسبة تبلغ ضعف المعدل العالمي وفقا لخبراء ويعاني العديد من البلدان في بداية الصيف وفي آسيا تزداد أيضا الأحوال الجوية سوءا وأصدرت اليابان تحذيرات لعشرات الملايين سكانه الأحد من التعرض لضربة الشمس في عشرين مقاطعات البلاد بعدما سجلت درجات حرارة شبه قياسية في أجزاء كبيرة منها في حين ضربت أمطار غزيرة بعض المناطق عربيا أيضا تعاني دول عدة من موجة الحر الشديد لسيما في مناطق النزوح ومخيمات اللجوء من لبنان ينضم إلينا من مخيم كفر ملكي شمالي لبنان مراسل الجزيرة مباشر أسامة عويد أهلا وسهلا بك أسامة يعني ضعنا فيما يكابض أهل المخيم في ظل هذه الأجواء الحارة غير الطبيعية في شمال لبنان مساء الخير حياة واقع اللاجئين السوريين في مخيمات الشتات واقع سيء جدا بفعل موجة الحر وارتفاع درجات الحرارة الغير مسبوقة في هذه المناطق لامست درجات الحرارة منتصفة اليوم وصلت إلى الأربعين درجة وبالتالي أصبحت الخيام أشبه بأفران كما وصفتها إحدى اللاجئات خلال جولتنا اليوم داخل المخيم قالت لنا إحدى السيدات أن هذه الخيام باتت كالبيوت البلاستيكية التي يتخمر فيها الخضروات هم يعانون أيضا من نقص حاد في المياه وأيضا انقطاع التيار الكهربائي والذي طبعا هو بفعل الأزمة في لبنان شاهدنا بأم الأعين العديد من الوسائل البدائية التي بات يعتمد عليها اللاجئون في تبريد وتخفيف حدة الحرارة لأبنائهم يحملون دل والمياه ويأخذونه من مكان إلى آخر يرمونه على الخيام المغطات بالنيلون لتخفيف حدة الحرارة وأيضا على أطفالهم ويضعون المياه في الأرض حتى تبرد قليلا وتخف حدة هذه الحرارة أيضا ارتفاع درجات الحرارة في هذه المناطق وأكد أنه غير مسبوق خلف بعض الأمراض لدى العديد من أطفال هذا المخيم معي إلى جانبي هنا أحد الضيوف يحدثنا حياة عن واقع المخيم اليوم يعني درجات الحرارة غير مسبوقة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله درجات الحرارة غير مسبوقة وأثرت علينا بشدة بالخص بالمخيمات لأنه احنا بالنهار تحت الخيم والخيم كلها نايله بيأسر هالشي هذا يعني اليوم هلأ من شوي لو كنت فاته مرأة سيارة كانوا عند الدكتور ضربة شمس الله وكيل يعني صارت عندي حالتين وبالنهار تحت الخيم لا كهرب لا تعرف أنت الوضع وأم عينك شفت اليوم بكير ما عدنا إلا المي شفتها والحتة مية في عدنا حدنا هون نهر ساروت صغير عم يجي يزقوا منه بيفرشوا الأرض بي وضع المي بهذه الطريقة على الأطفال يعني ممكن يسبب أيضا بكارثة صلحية لدى بعض الأطفال شفنا بعض عندنا حبوب معينة هلأ صارت في عدنا هالشي صارت في عدنا بش النحبوب صارت في جراثيم يعني هالشيات أثر سرباء بس إجبار بدنا نلتجي لها الطريقة هاي لن نمشي حانا ما بنعرف إحنا الزمان حار فينا ما بنعرف إحنا حر نبحانا ما بنعرف شو بنعمل بنهار تحت الخيم عشوب وبالليل شوفت أينك مفترشين السماء وبرق قاعدين ونعم برق حتى بداخل حتى ليلا هناك أزمة هناك خنقة يمكن عم نشوف معظم أبناء المخيم هنه خارج الخيم هلأ كل المخيم خارج المخيم بالليل بالليل بتاع الخيم ما كنا ننام بها عبقة الشوب وما في هوا أصير أكثر من بنهار بنهار حرارة الواحد بيحط على الحال ومي وهيك بمشي مورو حاجة تفضلي لعندي شوي يعني شفناك بالنهار كيف عليكم السلام تفضلي شوي والله المي الحار ألا نبردها نحمل أولاد الضل حار نشربها حار والله يعني والله ألقاها ما نشوف والله الشوحد حاجة برودة شوي تشربنا حياتنا والله دعنا نفرشين بهتشوال باردة والله حارة الجو ما نشتبرو دعلا بهالليل هالشوح يمكن أول مرة حاجة بمر عليكم هيك يعني احتباس حراري ارتفاع درجات الحرارة أول مرة بتصير بالمنظر أول مرة أول تلك البارحيات بنوبة أخترنا كهربة ما فيه ما بو في كهربة ولا بو مي المي حارة المي حارة نحضرها من هنا ما بو فيه يعني حارة تصخن حتى المي نشربه حارة شو بدنا نصف لك نسأل نسأل الله السلام شو بدنا نحكي لك ما بنعرف أمر الله والحمد لله يعني شكان شتاء أيضا قارسا ربما واليوم حر شديد هل قلت لك قبل شوي سبحان الله احنا ما بنعرف زي ما نحتار فينا ما بعرف احنا حترنا شو بدنا بالشتاء بنصير نقول يا ربي دخي لك نصير نخاف من الخيم من الشو من المطر ومن الهوى ومن العواصف وكمان ظل واقفين وقت العواصف على الرجلين وبالصيف كمان حايرين بحياتنا ما بنعرف شو بدنا منين بدنا نبورد منين بدنا نجيب موين بارد منين بدنا نستيب مثل ما تقول ندور في الله وكي لك كان نفوان وحدنا شجرات اولي زمان كنا تحت الشجر قاعدين هلأ ما اضر شي وعلى الله رب العالمين والحمد لله رب العالمين طبعا يعني وعد هناك اراء عديدة في هذا المخيم ونذكر اننا قمنا بجولة به في النهار هناك مخيمات لا يوجد فيها الماء وهنا ايضا الطم الكبرى والصعوبة الكبرى في التخفيف من حدة الحرارة هؤلاء ربما يجدون بعض المياه من اجل التخفيف من هذه الحرارة لكن هناك مخيمات يصعب وصول المياه اليها وبالتالي هناك ازدياد في معاناتها في لبنان هناك 3000 مخيم ينتشرون ما بين البقاع وعكار شمالي لبنان حيث نتواجد الآن ودرجات الحرارة في البقاع هي أكثر من هذه المنطقة وبالتالي نحن أمام معاناة كبيرة بالفعل في هذا الاحتباس الحراري وفي هذه الأجواء نعم وعد شكرا جزيلا لك من مخيم كفر ملكي شمالي لبنان مراسل الجزيرة مباشر أسام عويد أشكرك ينضم إلينا عبر الإنترنت من عمان جمال الموسى محاضر الأرصاد الجوية في الأكاديمية البحرية الأردنية أهلا وسهلا بك سيد جمال هل ما يشهده العالم من ارتفاع بدرجات الحرارة هو أمر طبيعي بالصحيح أنه ممكن تحدث ظواهر الارتفاع في درجات الحرارة كنمط شيء طبيعي لكن بالفترة الأخيرة أصبح يتعرض العالم لموجات حر أكثر تكرار أكثر شدة ولفترة زمنية طويلة هذا الشيء ليس طبيعي وبالتالي هذا الانتشار الكبير والواسع في ارتفاع درجة الحرارة الشامل لمناطق واسعة من العالم هي المشكلة ففي عشرين اتناش الفين واثنين وعشرين أصدر مكتب الأرصاد الجوية البريطانية وتنبأ أن يكون عام الفين وثلاثة وعشرين من أكثر الأعوام سخونة على مستوى العالم ومستوى الكرة الأرضية أيضا في الأربعة سبعة من هذا الشهر أصدرت منظمة الأرصاد الجوية العالمية وجود ظاهرة النينو طبعا لماذا الارتفاع في درجة الحرارة لأن هناك في زيادة في انبعاث الغازات الدفيئة زيادة في تركيزها في الغلاف الجوي أهم هذه الغازات الدفيئة هي غاز ثاني أكسيد الكربون غاز الميثان وأكسيد النايتروز هذه مسببة للاحترار الحراري والاحتباس الحراري وتساعد وتساهم في ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض وبالتالي كان بداية الأسبوع الأول من شهر سبعة هذا الشهر ارتفعت درجة الحرارة أكثر من المعدل أو من المتوسط أن متوسط درجة حرارة سطح الأرض متعارف عليها بحدود خمستاشر درجة لكن وصلت في بداية هذا الشهر تلت مرات أكثر من المتوسط ووصلت بحدود سبعتاش واتنين تجاوزت الحد اللي وضعته قمة فاريس بحيث أنه لا تتجاوز درجة ونص إذن إحنا أمام ظاهرة ارتفاع في درجات الحرارة عالمية سيد جمال هنا أريد أن أسألك هل بناء علي هل سنشهد مزيدا من التطرف بارتفاع درجات الحرارة وأين ستتركز بشكل أكبر في أي مناطق تحديدا آخر ثمان سنوات كانت هي الأكثر حرارة على مستوى العالم وأكثر عام شهد حرارة عام 2016 كان في ظاهرة النينو أيضا العامي الماضيين أو الثلاث كانت ظاهرة اللانينة اللي إلها أثر تبريدي ومع ذلك حصل الارتفاع في درجات الحرارة الآن في عام 2023 وبداية شهر سبعة عادت ظاهرة النينو مرة أخرى الآن توافقت ظاهرة النينو مع ظاهرة الاحتباس الحراري وزيادة الإنبعاث الغازات الدفئة فصرنا نشاهد أن الارتفاع في درجات الحرارة أصبح كبير وبالتالي صار أنماط طقس متطرفة كثيرة ومنها الموجات الحارة التي تتعرض إلى أجزاء كبيرة من الكرة الأرضية ومن ضمنها أيضا منطقتنا وبالتالي صدر أنه في احتمال 98% أن تكون سنة واحدة على الأقل من السنوات الخمسة القادمة يعني من عام 2023 وحتى عام 2027 هي الأدفع على الإطلاق وبالتالي تتجاوز سنة 2016 وبالتالي يكون في موجات حر كثيرة في أيضا درجات حرارة قياسية درجات حرارة شديدة في أجزاء مختلفة من العالم أرجعت الأسباب أكثر من مرة إلى ظاهرة النينو فنطلع المشاهدين سيد جمال ما تحديدا هذه الظاهرة ظاهرة النينو واللانينة عكسها اللانينة يعني ظاهرة النينو بيكون هي تغيير في درجات الحرارة في المنطقة الاستوائية من المحيط الهادي وخاص الوسط المحيط الهادي وشرق المحيط الهادي تصبح درجة الحرارة المياه أدفأ من المعتاد هنا تصبح ظاهرة النينو هذه إلها أثر على المناق في الكرة الأرضية وبالتالي إلها مساهمة في ارتفاع درجات الحرارة أما ظاهرة اللانينة فهي عكسها بتكون منطقة وسط المحيط الهادي وشرق المحيط الهادي تمتاز درجة حرارة سطح المياه بإنها بتكون أبرد من المعتاد هذه السنة ظاهرة النينو هي ظاهرة مناخية تتكرر كل سنتين إلى سبع سنوات يعني بالمعدل أربع سنوات لكن هي لم تأتي أو لم تتأثر بها الكرة الأرضية أو لم تحدث منذ عام 2016 2016 كانت ظاهرة النينو وبالتالي سجل عام 2016 العام الأدفأ لكن يتوقع خبراء المناخ والأرصاد الجوية أنه يكون عام 2023 أو ما بين 2023 و2027 هي السنوات الخمس الأدفأ والأكثر حرارة على مستوى العالم وعلى مستوى تقريبا سجل درجات الحرارة منذ بدء تسجيل درجات الحرارة يتم الحديث مؤخرا أيضا يتم الحديث مؤخرا عما يسمى بصحابة الجحيم والتي من المتوقع أن تضرب بعض الدول العربية في قادم الأيام ماذا نعرف عنها تحديدا السحابة الجحيم بجوزها يعني اسم أطلقوه بعض الناس على أساس أنه فيه ارتفاعات في درجات الحرارة وارتفاعات شديدة وستسجل أرقام قياسية جديدة هنا هي هاي المقصود بها السحابة وليس الغيمة بمعنى آخر يعني المقصود هي القيد شدة الحرارة فعلا لو نظرنا الآن على خارطة العالم منلاحظ أن مناطق كبيرة من العالم جنوب أوروبا إسبانيا ألمانيا فرنسا إيطاليا تركيا اليونان تعرض لموجات حر شديدي وأيضا الأسبوع القادم موجات حر شديدي أيضا منطقتنا العربية من تونس من الجزائر أننا في منطقة بلاد الشام الأردن سوريا فلسطين لبنان أيضا الجزيرة العربية وأيضا العراق وأيضا منطقة الخليج العربي تتعرض إلى درجات حرارة شديدة وأيضا درجات حرارة قياسية أيضا منطقة أمريكا وغرب أمريكا وجنوب الولايات المتحدة أيضا يتعرض لموجات حر شديدة أيضا الارتفاع في درجات الحرارة يساهم بتغيرات مناخية والتغيرات المناخية أنماط طقس متطرفة من أنماط الطقس المتطرفة التي سيكون الموجات الحارة وأيضا الفيضانات فالطقس المتطرف الناتج عن ارتفاع درجات الحرارة أصبح للأسف الوضع الطبيعي الجديد في طقس الكرة الأرضية يعني بدنا نتوقع وبالتالي نتوقع أنماط طقس شديدة درجات حرارة قياسية درجات حرارة شديدة أيضا كميات أمطار غزيرة فيما لو يحصل وتتوفر الظروف لحصول أمطار ستكون غزيرة وشديدة في كثير من العالم زي ما حدث قبل يومين في اليابان وفي الصين أيضا وفي أجزاء من الهند وسيول وفيضانات تؤثر على حياة الإنسان تؤثر على الاقتصاد تؤثر على البيئة تؤثر على المحاصيل الزراعية وتؤثر على صحة الإنسان هل هذه تأثيرات أيضا تنطلي كذلك على الدول العربية أريد أن أتحدث هنا بشيء من الخصوصية عن الدول العربية التهويل بالتداعيات المحتملة والمرتقبة لارتفاع درجات الحرارة في قادم الأيام هل هو أمر مبالغ فيه في وطننا العربي؟ وليس مبالغ فيه مش بس على مستوى الوطن العربي على مستوى العالم وخبراء المناخ والأرصال الجوية والمختصين منذ سنوات عديدة يحذر من استمرار الارتفاع في درجات الحرارة وبحذر من زيادة انبعاث الغازات الدفئة التي تؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة والتي بالتالي تؤدي إلى تغيرات مناخية وأنماط طقس متطرفة هذه إلها آثار كبيرة على حياة الإنسان وعلى حياة الإنسان في الوطن العربي وأيضا إلها تأثير على البنية التحتية على الاقتصاد على السياحة على اللجوء أيضا تسبب هجرة كبيرة وأيضا على السياحة وعلى الاقتصاد وعلى الزراعة وعلى نقص المواد الغذائية يعني الفيضانات في آخر فترة في منطقة الهند أثرت على وجنوب شرق آسيا أثرت على محصول الأرز مثلا أيضا في منطقتنا العربية التغيرات المناخية أثرت على مستوى الجفاف وكثير من المناطق خاصة الأهوار في العراق أصبح الجفاف وندرة المياه وقلة الأمطار أثرت على المزارعين أثرت على الثروة السمكية وأيضا الوطن العربي هو بطبيعة الحال حوالي 88% من مساحته هي صحراء وتصحر فما بالك مع التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة ونقص الأمطار وأيضا الجفاف التي تتعرض له مناطق كثيرة من الوطن العربي طبعا هذا يؤدي إلى تداعيات كبيرة جدا وليس هناك تهويل بل على العكس على المعنيين أفراد وحكومات ومسؤولين أخذ ذلك بعين الاعتبار وأيضا ترتيب أمورهم وإعادة النظر في البنية التحتية إعادة النظر في سياسة الزراعات وأيضا في الاقتصاد والنظرة نظرة جدية إلى أن هناك تغيرات كبيرة جدا سيفرضها تغير المناخ على حياتنا وعلى صحتنا وعلى بيئتنا وعلى أيضا صحتنا هذا مهم جدا وليس مبالغ فيه ولذلك يجب أن نأخذ كل هذه الأمور بعين الاعتبار شكرا جزيلا لك جمال الموسى محاضر الأرصاد الجوية والمناخ في الأكاديمية البحرية الأردنية شكرا لك حدستنا من عمال